السلام عليكم وعملين ايه يا رب تكونوا جميعا بخير النهاردة هنشوف افكار مختلفة للحاجات القديمة اللي مدرميها اول فكرة هنا هستخدم فيها هون قديم الهون ده مكسور وطبعا هو شكله قديم باين عليه جدا هبتدي هنا هستخدم لزبيل اسود وهرش الهون كويس جدا لو عندك فيه كسر ممكن ان احنا نلحمه او نثبته كده في بعضه باستخدام الشمع وبعدك هنبتدي ان احنا نحن نرشه عادي جدا بس ان اما حاجة ان احنا هنبتدي ان احنا نلم الكاسر الي موجود فيه هستخدم بعد كده خيط يكون تخين شوية اي خيط عندك الخيط او الحبل الي انا هستخدمه ده حبل غسيل ممكن استخدمي خيط المكرامية باي شاهده يعني حجمه تخين شوية فاحنا عايزين بس الحجم بتاع الخيط يكونه عريض شوية وبعدكد هبتدي ان انا الف الخيط على الهون نفسه لف كده عشوية انا سبّت طبعاً طرف الخيط من تحت وبعد كده أبدأ بذلك أريفه بالشكل ما نرى وبذبلم أن الخيط grasp على institute المهم من فيوق بعد كده سبلت إستخدام جشانه من السابق consumption speak cough and of water رشناه الأول وغيبناه نفسه developing باللون، باللون يسبب animals وطبعاً بمطلوها النسيز في مدينة بعد كده سبيل الخيطى مفرغة أو الحبل اللذي أُلفنيه عن pipe كله الجزء اللي كان من تحت ده هو ده اللي احنا سبتناه بس في الاول كده باستخدام الشمس هنستخدم بعد كده الفل او الفلين اللي هو بتاع الاجهزة مش عندك ممكن تستخدمي ورق الكتب القديمة وتبدأ ان انت تقوريه في بعضه وبعد كده بدا ان انت تسبتيه جوال هون وهنبتدي بعد كده ان احنا نستخدم الورد الصناعي وهنبتدي نسبت فيه الورد طبعا فوزة شكلها حلوة جدا وكمان فكرتها بسيطة وسهلة ممكن تغيري كمان في الالوان اللي احنا استخدمناه يعني هترشي الاول الهون باللون الدهبي وبعد كده بعد ما تخفي الخيط اول حبل عليه ممكن ترشيه بعد كده باللون الاسود زي ما تحب يعني ياما ده ياما ده المهم ان احنا نستخدم هنا لونين من الوان الاسوبية وزي ما اتفقنا لو عندك الهون نفسه فيكه ستبدأ ان انت تلحميه على بعضه استخدام الشمع عادي جدا ولو حبيت انه تثبتي اكتر استخدامي خيط كده وربوتيه ربطة حلوة عشان يتجيله شكل جميل الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها طبق بلاستيك مكسور زي ما احنا شايفين كده الطبق مكسر خلص من تحت هنبتدي ان احنا نستخدم هنا سكينة سكنا وهبتدي افصل الطبق نصين هخلي النصين دول يكونوا قد بعض الطبق فيه اكتر من كسف من تحت هبتدي ان انا الحم كده الكسور دي كلها بحط كمية شمع كده عند الكسف وبسبتهم فبعد لحد ما بسبت كل الاجزاء دي بحاولنا نقفلها على قد ماضي تمام كمية شمع كده يكون كويسة وبستنى عليها لحظات لحد ما الشمع ينشف عشان تمسك في بعض ونبدأ ان احنا يعني نجمعها كلها زي ما كانت والطبق التاني برضو هبتدي ان انا اعمل نفس الخطوات فيه برضو هسبت الاجزاء اللي مكسورة عندي وبعد كده هستخدم بستدس شمع هحط كمية شمع كده على الجزء اللي هو ما اعطفه كمان من جوه وهستخدم كرتونة تكون تقيلة شوية وهبتدي كده اسبتها على الشمع اللي انا حطيته في الظهر بتاع الطبق وعلى قد المقاس بالضبط وبعد كده هبتدي ان انا اشيل كل زيادات دي كده خدت على قد المقاس اللي موجود عندي في الطبق من تحت وبدأت ان انا اسبت الجزء الكرتون ده كويس اوي هبتدي بقى ان انا اجي عند الحواف كلها بتاعة الطبق وحط كمية شمع يكون كويسة وبعد كده هبتدي ان انا اسبت الطبق نفسه او الجزء اللي احنا اخدناه من الطبق على كرتونة برضو تكون تقيلة ما عندكش كرتون تقيل هنستخدم اكتر من كرتونة مع برضو وطبعا قصية الزيادة هستخدم بعد كده الكواقع او الصدف عندك تمام مش عندك ممكن نستخدم اي خرص كده يكون شكله حلو ونبدأ ان احنا نسبته على الطبق هيدي معيك شكل في الاخر حلو جدا طيب ابي بس الفكرة دي هتعجبك اوي انا هنا كان عندي الصدف او القواقع دي وبعد كده هبتدي ان انا اسبتها على الطبق من فوق يعني حطيت واحدة عكس التانية اديت شكل معي حلو وبعد كده هستخدم الاسبري الده هرشوهم بقى بالاسبري وهستنعانيهم شوية لحد ما هنشوف طبعا نفس الفكرة او نفس الخطوات اللي انا عملتها في الجزء الاولين من الطبق عملتها برضو نفستها على الجزء التاني وبعد كده هستخدم استراص كده بسيط وهبتدي ان انا ازين بي على حرف الطبق شايفين عند برضو مكان الكرتونت عشان ما يبقاش باين معي انا عند الحرف هبتدي ان انا اسبت جزء يكون كويس من الاستراص حسنا ممكن استخدمي دنتلة اوها قبير اي حاجة رياحك ما فش اي مشكلة هي البسيط بقى قماني جدا في الشكل الانهي هستخدم بعد كده خيط الخيش وهبتدي ان انا اثبته على الكرتون اللي احنا ثبتنا في الظهر اللي احنا أبدأني الجزء التابع الجزء اللي كان مفتوح هبتدي احط كمية شمع إلى الكرتون تكون كويسه بعد كده اسبت عليهاالخيط اسبت الخيط على الكرتون كويسهng أو بكمية شمع تكون مناسبة وبعد كده هبتدي ان انا احدد المكان بتاع الجزء التاني اللي هنثبت عليه الطبقة احنا طبعا هنعلقهم كلهم بنفس يعني هيبقى متعلقين على الخيط فهبتدي بس ان انا احدد المسافة اللي انا عايزها الاول تكون مسافة مناسبة عن 6 حوالي 7 سنتي او 10 سنتي بين كل طبق والتاني او الجزء اللي احنا عملناه من الطبقة وطبعا كله طبق واحد بس جزئين من الطبقة فهبتدي ان انا اثبت بعد كده بعد ما احدد المكان اللي انا عايزها هسبت الجزء التاني وحط كمية شامع على الكرتون ودى كده بثبت عليها الخيط وانا بثبت الخيط ببتدي ان انا اشوف المسافة مصبوطة معي الاول ولا لا وبعد كده هيبقى عندي بالشكل ده منظم حلوى جدا ممكن تحطي فيه الغطيون بتاعت العلب وكمان ممكن تعليقه في المطبخ بكل سهولة انا حطيت هنا فيه الغطيون بتاعت العلب البلاستيك هيبقى ملمن معي حاجة كتير جدا طبعا انت هتخليهم كل العلب كلها جوا بعضها فهتخلي الجزء ده او الفكرة اللي احنا عملناها دي للغطيون بتاعت العلب ممكن كمان تحط فيها مقصات ممكن كمان استخدامه استخدام تاني نحط فيه الاطواق بتاعت الشعر بتاعت البنات وكمان الفرش بتاعت الشعر فكرته سهلة جدا وكمان تمتزها بسيطة وبالشكل ده تقدر تستفادي من الطبق المكسور بدل ما ترميه تعملي منه منظم طريقة سهلة جدا وزي ما اتفقنا هو ليه اكتر من استخدام لو مش حابة ان ان انت تستخدميه في المطبخ هتقدر ان انت تستخدميه في اي قوضة عندك هيبقى منظم حلو جدا وكمان هيشيل معايك حاجات كتير قوي ممكن كمان تستخدميه كمنظم للشرابات وبرضه هتقدر ان انت تعلقيه في اي ركن عندك في البيت الفكرة اللي بعدك كده هنقدر ان احنا نستغل علب السمنة ونعمل منها فكرة حلوة جدا الفكرة دي هتمشي لو انت عندك علبة سمنة وكمان لو عندك علب الحليب اللي هي علب لبن الاطفال وابدو هتبقى حلوة جدا وهتفيدك في البيت ابتدي هنا استخدم قماشة قديمة وهبتدي اغلف علبة السمنة طبعا العلبة غسلتها كويس جدا بعد ما خلصت وانشفتها كويس قوي وتأكد ان هي مفيش فيها بوائي سمنة ابتدي دلوقتي ان انا اثبت القماشة على الجزء اللي من فوق وكمان الجزء اللي من تحت وحطي كمية شمع كده منها على الاطراف عشان اشد عليها القماشة كويس جدا وتتغلف معي كويس ممكن هنا تستخدمي طرحة قديمة ممكن تستخدمي اي باقماش موجودة عندي فبتدي بعد ما غلفت العلبة كلها من الجزء اللي من فوق ثبت عليها القماشة فبتدي اقص كل زيادات اللي موجودة عندي هو بغلف بقى الجنب الجزء اللي موجودة عندي في الفتحة اللي في الجنب دي بقفلها على بعضها كمية شمع بوائي كويسة عشان تثبت معينا كويس جدا وبعد كده هبتدي اتني ازيادات اللي موجودة عندي دي من فوق تتنيها على العلبة من جوه واستخدم بعد كده ازيادات اللي موجودة عندي من فوق الجزء اللي هو بمقفل فيه الغطة ده هياخد كمان جزء تحت منه كمان شوية فبتدي هنا انا احدد الجزء اللي انا عايزيه وبقص الجزء ده كده بالقطر وببتدي اشيل بقى زيادات اللي موجودة انا بس عايزها الجزء اللي بيكفل فيه الغطة ده وكمان عايزها الجزء اللي تحت منه شوية هبتدي اجيب هنا الغطة بتاعه بتسمنا نفسه وبعد كده بحدد في نصف الغطة المقاس بتاع الغطة بتاع الدرس المية اللي احنا استخدمناها او قصينا منها الجزء اللي من فوق هبتدي ان انا احدد نفس المقاس بالزبط وبعد كده هفصله بغرده بالقطر وهسويه كويس جدا وبعد كده هبتدي استخدم نفس القماشة اللي استخدمتها في تغليف العلبة وهبتدي ان انا اغلف بيها الغطة بتاع البيت السمن اهم حاجة ان انا هبتدي اغلف الغطة بتاع العلبة بتاع السمنة كله من كل الجوانب ثم قص الزيادات الموجودة عندي الزيادات الموجودة من القماشة نقصها يمكن استخدامي لونين من القماشة ويمكن استخدامي نفس اللون كما نعمل كده قصيت كل الزيادات عند الجوز اول فتحة لنا عملتها من النص وبتدي افتح مكانها باستخدام المقص وبتدي اعمل شرق بسيطة من الجم وبثبت زيادات دي كلها على ناحية تانية في نقطة شمع بسيطة لنجد القمشة كويس جدا ونمكن نغلبنا خطreading السعر ستخدام الغطة as-tolan مبيع founds سعطي كمية شمعي في مكان مدد ساتقة الزيادات بسعني الزيادات شكل احلى. كمان خصوصا ان لون الاسويد هيبقى لايق مع لون القماشة. استخدم بعد كده الجزء اللي احنا اخدناه من الزلزة الجزء اللي كان فيه الغطا من فوق. ببتدي ان انا ادخله بالشكل ده كده في الغطا ومن تحت. عشان يقفل معينة بالطريقة دي. هياخد برضو جزء صغير من الفون من الاسويد. ببتدي ان انا اثبته على الجزء بتاع طرف الغطا البتسامنة. وبالشكل ده نقدر ان احنا نفتحها بكل سهولة. هتقدر تستخدميها بالشكل ده كده البوكليات. هتبقى سهلة جدا بالنسبة لك ان اتخذي الكمية اللي انت عايزها. وبعد ما تخلصي تقفليها كويس قوي. وبعد تقفلي الغطا بتاع البت السامنة او البت اللبن زي ما اتفقنا انت ممكن تستخدمي العلب دي او العلب دي. انا هنا برضو استخدمت فيها الشعرية بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نفتح الغطا بكل سهولة وناخد الكمية اللي احنا عايزينها وبعد كده نبدأ نحنا نقفلها دي. وكمان العلب دي بتشيل معاك كمية كبيرة من البوكليات. تقدر يبقى تعملي اكتر من واحدة كده بنفس الطريقة. ممكن تستخدمي بدل قماشي ستيكر وتحطي جزء صغير كده من اللي ستيكر يكون لونه واضح. وتحطي عليه اسم الحاجة الموجودة جوه العلب. وكده اكون خلص بديل النهاردة. مستنية رأيكم في التعليقات. واكتبوا لي كمان في الكومنتات لو انتم شايفين استخدامات الحاجات اللي احنا عملنا لها اعادة تدوير النهاردة دي. لو شايفين لها استخدامات تانية. مستنية رأيكم في التعليقات. سلام عليكم.